اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين انتهت مباراة الاهل والدخلية بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف وضربة جزاء صحيحة غير محتسبة للناد الاهلي في دقيقة 79 عرقلة لحمد فتح داخل منطقة الجزاء طبعا لازم نشكر حكم الفار اللي لو لا لكانت اللعبة دي تحسبت ضربة جزاء وجي منها الهدف التاني والدخلية تفتح خطوطها اكتر والاهلي يسجل التالت والرابع والكل يتكلم عن عظمة الاهلي ولعبته ومديره الفني ومحدش كان هيتكلم عن ظلم الدخلية في اللعبة دي وعشان كده الاهلي باعلامه وجمهوره بيكرهوا خاصية الفار او نقدر نقول عليها خاصية العار الحكم الزمال كاوي محمد معروف يحرم الاهلي من ضربة جزاء صحيحة ويتسبب في خسارة الاهلي لنقطتين امام الدخلية ما زالت اخطاء كولر تتكرر في التشكيل والتبديل وفي التوظيف الغلط لللاعبين في الملعب كهربا مركزه الاساسي جناح شمال وليس راس حربة محمد شريف مركزه الاساسي راس حربة وليس جناح شمال يا عم كولر قلنا اكتر من مرة وانكررها تاني تا وياسر ابراهيم لا يصلحون لللاعب في النادي الاهلي